تواصل الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية تحقيقاتها مع المتهمة بإخفاء طفلين قبل ما يزيد عن عشرين عاما وذلك بعد الكشف عن طفل ثالث لم تتطابق عينات الحمض النووي الخاصة به معها يذكروا أن أسرة الخنيزي بالقطيف استقبلت بالأمس ابنها أحد المخطوفين منذ عشرين عاما بعد أن أظهرت نتائج فحص الـ DNA تطابقا تاما بين الابن المختطف ووالدي من الدمام ينضم إلينا مراسل العربية بدر الشهري بدر مرحبا بك إذن نحن الآن أمام تطور في هذه القضية شبهة خطف ثالثة في الدمام ومواصلة أيضا للتحقيقات مع المتهمة إن كان هناك من معلومات أكثر حول هذه الحالة الثالثة بدر نعم مساء الخير لك خالد ولسادة المشاهدين بالفعل نحن أمام قضية ثالثة تضاف لهذه السيدة التي قامت بإخفاء طفلين منذ عشرين عام نتحدث عن الطفل تم إخفائه وربما يكون تم اختطافه قبل ستة وعشرون عاما من مستشفى القطيف المركزي وتم الكشف طبعا من خلال طبعا حمض النووي الدي ان اي لهذا الشاب والذي يدعى نايف مع السيدة وتضح عدم مطابقة المواصفات أو الخصائص ما بين هذه السيدة وهذا الشاب شرعت الأجهزة الأمنية التي لا تزال تقوم بالتحقيق في هذه القضية بالعودة إلى البلاغات التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة وتضح أن هناك عائلة كانت تسكن المنطقة الشرقية تقدمت ببلاغ عن اختفاء طفل لها من القطيف باستدعاء هذه العائلة وكذلك بسحب عينات للدي ان اي أو الحمض النووي تم طبعا التأكيد على أنه تمت الوضوء يعني تضح من خلال هذا الكشف إلى انتساب هذا الشاب إلى هذه العائلة خالد لحظة مسحة تنتت والدخل حالات القطفة الثالثة ثبت الآن بأنها يعني تنتمي لعائلة موجودة الآن تم استدعاءها تم التأكد من هذه الحالة هل من معلومات تفاصيل عن هذه العائلة من هي طبعا هذه العائلة كانت تسكن المنطقة الشرقية قبل عامين نتحدث عن عائلة كانت تسكن منطقة الشرقية هي في الأصل من جازان وتوفي والدهم قبل عامين وانتقلت طبعا الأسرة إلى جازان تم استدعاءهم مرة أخرى للمنطقة الشرقية وذلك للتأكد من مواصفات الحمض النووي التابعة لهم وانطبقتها مع الشاب نايف وتم التأكيد على أن المواصفات التي تحملها أو يحملها هذا الحمض النووي تعود إلى هذه العائلة تم طبعا فحص للوالدة وكذلك لأحد أشقاء نايف وتم التأكيد على أنه ينتمي إلى هذه العائلة طبعا نتحدث عن حادثة حصلت قبل 26 عاما حتى الآن لم يتضح فيما إذا كانت المتهمة في قضية إخفاء الطفلين الخنيزي والعماري هي من قامت باختطاف هذا الشاب الذي يبلغ 26 عاما وقامت بإخفائه طوال هذه المدة نتحدث حاليا خالد وهناك طبعا تحقيقات لا تزال قائمة وجارية مع المتهمة للكشف عما يستجد فيها نود كذلك نشير خالد إلى أنه نايف يحمل أوراق ثبوتية وهذا طبعا فتح ملف أو جانب آخر في القضية ونود كذلك أن نشير إلى أنه كانت شهادات الميلاد تستخرج من خلال طبعا العائلة سعودية والد الطفل إلى شؤون الصحي سعودية نعم العائلة سعودية توجه طبعا زوج المتهمة إلى شؤون الصحية وقام باستخراج شهادة ميلاد بشهادة شخصين بعد قيامها بحالة الولادة في المنزل شكرا لك من الدماء مراسل العربية بدر الشهري